الخبر أولي عدنا عن مصطفى رايدر وياسي يا حبايب وإلا أنهم من أغنية نتألم رح تنزلنا بباشرة على الساعة بالأربعة على قناة مصطفى رايدر فكتونا بالكومنتات شكو أنتم بتحمسين لهذه الأغنية ننتقل حالياً موفلوكز يا حبايب ووصول قناته باليوتيوب للخمسة بليون مشترك فإن شاء الله ألف مبروك طبعاً نحو حقق هذا النجاح الخرافي بسنة ونص فقط فطبعاً نتسون يا حبايب نتبر كلها بالكومنتات على هذا الإنجاز الرهيب ننتقل حالياً لفضيحة قمرطاي أنه يخافي اسم يارا من الكومنتات اللي عدها اللي هي ميزة باليوتيوب يا حبايب تقدر تخفي أي اسم يوتيوبر أنت متريدة يظهر عندك بالتعليقات فقمرطاي خفت اسم يارا من الكومنتات اللي عدها بالنسبة لأشخاص اللي سيئلون عن السبب فاغنم المتابعين حالياً قاعدة تهجموا على قمر أنه يتغيرت وحركات اللي قاعدة تفعلها محلوية يا يارا فهو من الكومنتات تجمع عليها فهذا الشيء خلالها أنه يتخاف وتشير اسم يارا من الكومنتات اللي عدها بالنسبة للدليل يا حبايب لن ندخل على الأخير مقطع نزلنا تقمر وننزل بقى التعليقات ونكتب اسم يارا يا حبايب مثل ما شايفين حالياً أنا كتبت اسم يارا بعد رح تقالي كلمة الأهتث أولاً وننفذت تعليقتي وتعليق الأشخاص على القوراية مثل ما شايفين هذي كومت يا حبايب اللي علق نحفظ زيان بعد رح نغير لحساب عما شوفها التعليقات لح تطلع على الناس أو لا بالنسبة لحساب يا حبايب ونزلنا بقى التعليقات ونحن على الكلمة الأهتث أولاً رح تشوفونه تعليقه مظهر ونما تعليق هذا الشخص ظاهر فهذا يعني أنه يقمر خاف اسم يارا من التعليقات اللي عدها فقدر نحبوا بقومنتات أشيركم بالحركة اللي سوتها القمر أنو هي تخفي اسم يارا من الكومنتات اللي عادها في شو تقون السبب روح حالياً ليشيم يا حبايب وخير رجاء حسابها بعمل تهكر حسابها التك توك في إن شاء الله الف مبروك بإضافة أن برهون المعراوي وصلت سعمية ألف متابعة على الإنستغرام في إن شاء الله الف مبروك عقبال مليون يا رب روح حالياً بقلب اللي سوى شيرو بنارين بيوتي إنه هو حاول أنه يخوفها إن أحساس سوى حدث بسيارتها لحبتكم ردة فان نارين نارو نارين ضربت الرصيف بسيارتك أمانة منطرف الورع شدك بأيخا ننتقل حالياً السالية حبايب وصابتها بالكورونا فنزلت هذا السوري اللي هو زوجها شاند يدعيلها بالشفاء إنه هي مصابة بالكورونا وكتب لها سلامتك حبيبي فالله يشفيها يا رب إن شاء الله ما بيها خير وعافق اشتركوا بالخبار وبس لها وصلاة المقطع فجر المقطع بلايكات وبس شأنكم في الزين من قناة ميكس القصص أحبكم ومع السلامة